لم يختلف عام 2021 على العراق ككل والمحافظات المنكوبة بشكل خاص اهمال حكومية وازمة نازحين مستمرة فاقمها طول امد التهجير ومكابدة قساوة العيش في المخيمات من الموصل الى الفلوجة والرمادي مرورا ببيجي وديالا وحزام بغداد تشابهة الصورة وانتباين حجم الدمار هنا مدن لا يكاد سكانها يلتقطون انفاسهم بعد الحرب حتى تأتيهم سياسات السلطة التي يعدونها مجحفة بحقهم اجواء الحرب طابقت ما بعدها فبدلا عن الطائرات هناك حملات الاعتقال اليومية التي تفضي الى الاخفاء القسري وحلت سطوة الميليشيات والاحزاب مكان الحصار والتجويع الميليشيات المتنفذة تتحكم بشتى مفاصل الحياة في المحافظات المنكوبة فهناك مثلا مكاتب اقتصادية تسيطر على المشاريع وتفرض اتوات على السكان هذا فضلا عن طرق التهريب التي تستخدمها الميليشيات لتمويل نشاطاتها تنوعت معاناة سكان المدن المنكوبة بين من يبكي ضحاياه في الحرب وبين من ينتظر خبرا عن المخفيين قسرا واخر يعيش بترقب مستمر خشية الباسه التهمة المعتادة او خشية تهجيره مرة اخرى ثم تمن يتحدث عن رابط مشارك بين ارهاب الجماعات المسلحة وارهاب السلطة غير ان الاول يكون مذموما ومحاربا والثاني لا يخرج للعلن وان ظهر فيكتف المجتمع الدولي ببيانات التنديد او المطالبة بالتحقيق هنا واقع يشبه ماضيه والامل بغد مختلف يتلاشى لدى السكان يوما بعد اخر